قالت منظمة الصحة العالمية إن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام بعد أكثر من سبعة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة وكان من المقرر أن تعلن الكونغو يوم الأحد انتهاء ثاني أخطر تفشي لفيروس الإيبولا منذ بدء التسجيل إلى أن تأكدت حالة وفاة بالمرض يوم الجمعة في مدينة بيني بشرق البلاد وأودى فيروس الإيبولا بحياة أكثر من ألفين ومائتي شخص منذ أغسطس آب 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف الميليشيات مما عرقل جهود احتواء المرض وأحدث حالة وفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرا وكانت تعالج في المركز الطبي نفسه الذي كانت تعالج فيه حالة الوفاة السابقة والتي كانت لرجل عمره 26 عاما ويقول مسؤولون إنه لم يتضح بعد كيف أصيب بالإيبولا وقالت الحكومة يوم الجمعة إنه لم يعرف عنه أنه خالط مرض آخرين كما لم يكن متعافيا من المرض وحدثت له انتكاسة والحالات التي تظهر فجأة أو عدوى المرة الواحدة تشيع مع قرب انتهاء تفشي الإيبولا وظهور حالة جديدة لا يعني بالضرورة أن الفيروس سيخرج عن طاق السيطرة مرة أخرى